اشتركوا في القناة حل التمارين الوحدة بالإضافة إلى خارطة مفاهيم الوحدة كمراجعة سريعة نبدأ بحل خارطة مفاهيم الوحدة طبعا خارطة مفاهيم الوحدة هي عبارة عن ملخص لجميع النقاط التي تم دراستها خلال هذه الوحدة بدأنا في بداية الوحدة السادسة أو المهن والتخصصات الحاسب الآلي كنا قد أخذنا شهادات العالمية للحاسب الآلي كان لدينا كم نوع من الشهادات فمتاز لدينا نوعين من الشهادات العالمية كانت عبارة عن الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالإضافة إلى الكامبرج فهنا عندنا الشهادات العالمية نأخذ اللي هي نلاحظ الآن عندنا التخصصات الجامعية نضم المعلومات بالإضافة إلى علوم الحاسب وهندسة الحاسب بالإضافة إلى تقنية المعلومات وآخر شيء اللي هو هندسة البرمجيات كانت هذه هي التخصصات الحاسب الآلي التي تدرس في مرحلة الجامعية تدرس في مرحلة الجامعية ممتاز جدا الآن ننتقل إلى الشهادات العالمية الشهادات العالمية عندنا كانت عبارة عن شهادة الكامب بالإضافة إلى السيسكو والمايكروسوفت كانت هذه الشهادات سميناها شهادات تخصصية هي شهادات عن طريق منظمات لكنها شهادات تخصصية بالإضافة إلى الرخصة الدولية للحاسب كما تم ذكرها سابقا ننتقل الآن إلى الجزء الآخر من الدرس والجزء الآخر من الدرس كانت تحدث عن مهن الحاسب الآلي مهن الحاسب الآلي كانت لنوعين من الأشخاص النوع الأول كان هو المتخصص وذكرنا عدة مهن تحت مسمى المتخصصين بالإضافة إلى نوع آخر من المهن وهو غير المتخصص يعني هو شخص لم يحص على شهد الحاسب الآلي لكنه يعمل عمل الحاسب الآلي أو يعمل على أجهزة الحاسب الآلي فهذه التخصصات كانت كالتالي نلاحظ هذه التخصصات للمتخصصين عبارة عن مبرمج محلل نظم أخصاء قاعة بينات ومهندس وفني الحاسب بالإضافة إلى فني الشبكات والتصميم ومعلم الحاسب جميع هذه المهن التي تم ذكرها الآن هي عبارة عن مهن لأشخاص متخصصين الحاسب الآلي إذن ننتقل أو انتقلنا من الجزء هذا اللي هو تخصصات الجامعية ذكرنا خمس تخصصات للجامعيين الحاسب الآلي بعد ذلك انتقلنا إلى الشهادات العالمية وكانت هناك هذه الشهادات العالمية اللي موجودة عندنا بعد ذلك انتقلنا إلى المهن وكانت هذه المهن اللي موجودة عندنا الآن ننتقل إلى الغير متخصصين وهم أشخاص غير متخصصين هذول الأشخاص غير متخصصين بالحاسب الآلي هذه مهنهم مصمم بالحاسب وناشر وفني رسم وإداري مستخدم الحاسب إذن هذا بشكل عام هو أهم النقاط نلاحظ الآن الشهادات العالمية في الحاسب الآلي التعرف على الشهادات العالمية في مجال حاسب الآلي تحديد أهمية الحصول على الشهادات العالمية في الحاسب الآلي بالإضافة إلى التعداء ببعض أنواع الشهادات اللي ذكرناها كشهادات عالمية التخصصات الجامعية للحاسب الآلي كانت تنقسم إلى نوعين نوع اللي هو أو كانت تنبع أهميتها من جزئين الجزء الأول تعداد أنواع التخصصات وذكرناها خمس تخصصات للجامعين التمييز بين التخصصات ما هو الفرق بين التخصص هذا والتخصص الآخر كما ذكرنا كانت علوم الحاسب هي أشهر التخصصات وأكثرها شيوعاً هندسة الحاسب أو هندسة البرمجيات تم دمجها تحت علوم الحاسب بعض الأشياء التي تم ذكرها خلال هذه الوحدة مهن الحاسب الآلي كانت تحدث عن مهن للمتخصصين كما ذكرنا ولغير المتخصصين هذه هي لغير المتخصصين هذا بشكل عام أهم أهم الأشياء اللي تم ذكرها ننتقل الآن إلى ننتقل الآن إلى جزء مهم جداً وهو تمرينات الوحدة السادسة تمرينات الوحدة السادسة تمرينات الوحدة السادسة تمرينات الوحدة السادسة كانت تتحدث عن حل الأسئلة طبعاً عندنا في الوحدة السادسة عدة أسئلة أسئلة مهمة جداً حلها وإطلاع عليها لأنها تختصر بشكل كبير جداً بعض المواضيع وأهم المواضيع عند حصولك على شهادة أو على شهادة عالمية في الحاسب الآلي في مجال الحاسب الآلي تستطيع العمل بهذه الشهادة في الدولة التي أديت الانتحام فيها فقط هل هذا صحيح؟ إذن الشهادة العالمية كما ذكرنا أنها لا تتبع دولة وإنما تتبع منظمة فالعمل فيها يكون في جميع أنحاء العالم تهتم الرخص الدولية بمهارات الحاسب الآلي المتقدمة كما ذكرنا سابقاً وذكرنا في الجزء العملي الحصة الماضية قلنا أن الرخص الدولية هي عبارة عن مهارات بسيطة في الحاسب الآلي تقوم منظمة الكم بتحديث مناهجها كل ثلاث سنوات وهذا أخذناه في النظري ذكرنا كم سنة يتم تحديث إذن الإجابة الأولى خطأ ليش؟ لأنه كما ذكرنا أنها شهادة دولية فتتبع المنظمة ولا تتبع الدولة الرخص الدولية كما ذكرنا أنها للمناهج أو للمهارات المبتدئة كل ثلاث سنوات إجابة صحيحة ننتقل إلى الآن كما ذكرنا في تخصص علوم الحاسب وش قلنا؟ قلنا هو أكثر شيوعاً في سوق العمل جميع مهن الحاسب الآلي يشملها المتخصصون فقط يعني هل أي مهنة حاسب آلي أو شخص متخصص في الحاسب الآلي يشمله مهنة الحاسب الآلي أو ممكن يعمل على جهاز الحاسب شخص آخر غير متخصص إجابة هنا الصحيحة فعلاً العلوم الحاسب هي من أشهر التخصصات أو أكثرها طلباً مهنة الحاسب الآلي لا يمكن أو لا يجب أن يكون الشخص متخصص في الحاسب الآلي حتى إذن الدوليتان الجهتان الدوليتان اللتان تشريفان على منح الرخصة الدولية هي كما تم ذكرها الرخصة الدولية ICDL والكامبرج وشهادة كامبرج الدولية فعندنا نوعين من الرخص اللي هي الـ ICDL والكامبرج سيسكو تصدر من ضمن الخيارات أو من ضمن الشهادات اللي تصدرها السيسكو هذه الشهادة CCINT طبعاً سيسكو عندها أربع شهادات أو ثلاث شهادات تصدرها حسب المرحلة هل هو مبتدئ أو متوسط أو محترف أو خبير تختلف مهنة المبرمج البرغرامر حسب نوع البرغرامج التي يقوم البرغرامر فقد يكون إما كذا أو كذا هنا نجعاد على خيارات مبرمج تطبيقات او مبرمج نظم او مبرمج مواقع انترنت وجميع هذه التخصات كانت موجودة في علوم الحاسب الآلي بالإضافة لبعض التخصات وش وظيفة المسؤول لأمن المعلومات؟ هو يتولى أمن المعلومات والمحافظة على سير البيانات وأمانها خلال الشبكة الموجودة مشغل الأجهزة متعددة هو عبارة عن شخص يقوم بماذا؟ ممتاز هو شخص يقوم بتشغيل الأجهزة التي تعتمد على الحاسب الآلي لا يشترط أن يكون هذا الشخص متخصص في الحاسب الآلي طبعاً هذه التخصصات هندسة الحاسب طبعاً هذه كلها تمارين موجودة في كتاب عندكم نحلها مع بعض هندسة الحاسب هو يهتم بدلاسة برمجيات الحاسبة وتطويرها نضم المعلومات وش تخصصه؟ هو إنتاج وصيانة أظلمة وظامر المتقدمات ذات عالية تقنية المعلومات هي يجمع بين التخصص الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب الآلي هندسة برمجيات يقوم ببناء التكامل بين المعدات الحاسوبية والبرمجيات لاحظة الآن نحاول الآن نرتب هذه الإجابات نجد أنه هندسة البرمجيات هو رقم 2 هو شخص أو يقوم بإنشاء إنتاج وصيانة أنظمة وبرامج متقدمة ذات قدرات عالية أما هندسة البرمجيات فهي رقم 3 فهو الشخص يجمع ما بين الهندسة الكهربائية والإلكترونية تقنية المعلومات هو رقم 4 يهتم في بناء التكامل بين المعدات الحاسوبية والبرمجية رقم 5 ونظم المعلومات وهو يجمع بين التخصص الحاسب والإدارة كمان فيه رقم 5 بالشكل هذا هو التخصص يجمع بين الحاسب والإدارة هو نظم المعلومات الاختبار في نهاية الوحدة هو مهم جداً أهمية الاختبار تكمن في ماذا؟ لأن هذا الاختبار يساعدك في اختصار الكثير من المفردات في الوحدة بالإضافة إلى وضع النقاط على الحروف في بعض البيانات اللي موجودة عندنا وضع النقاط على الحروف في قضية أنه وش الشيء المهم اللي ممكن أن تطلع عليه وش الشيء اللي قد لا يكون شكل أهمية كبيرة جداً في قضية حصول على المعلومة الشهادات العالمية طبعاً في الاختبار الرقم 1 الشهادات العالمية التي تهتم بمارات الحاسب وتطبيقاته الأساسية هي الشهادات العالمية المتخصصة أو تخصصات الكليات أو الرخصة الدولية أو تخصصات الحاسب في الجامعات الشهادات العالمية هذا الرقم 1 هذا مفتاح الإجابة الرقم 2 تطبيقاته الأساسية إذن هذا مفتاح الإجابة الرقم 2 فبيكون الإجابة عندنا أي واحد تكون الإجابة الرخصة الدولية في مجال الحاسب العالمي ليش؟ لأنه أول شيء دولية شهادات عالمية الشيء الثاني لأنها مهارات أساسية وليست متخصصة مثل باقي الشهادات الجهة التي تمنح شهادات عالمية في معظم تخصصات الحاسب الآلي لاحظ الجهة التي تمنح شهادات عالمية في معظم تخصصات الحاسب الآلي هي كامب أو مايكروسوفت أو سيسكو أو أوراكل طبعاً مايكروسوفت ليش؟ لأنها هي الجهة التي تمنح العديد من الشركات من الشهادات العالمية في مجال الحاسب وتخصات الحاسب الآي لو لاحظنا بنجد أن مايكروسوفت عندها مجتمع اسمه مجتمع التعلم عن مايكروسوفت مجتمع مايكروسوفت فيه العديد جداً أو الكثير جداً من الشهادات العالمية الجهة الرائدة في منح الشهادات العالمية لا زلنا في الشهادات العالمية الجهة الرائدة في منح الشهادات العالمية متعددة حول الشبكات وذكرنا سابقا أن أقوى الشركة أو أقوى منظمة في الشبكات هي منظمة سيسكو طبعا فتكون إجابة سيسكو تمنح شركة مايكروسوفت العديد من الشهادات العالمية التخصية ومنها شهادات مايكروسوفت اللي أخذناها في المقرر هي ثلاث شهادات واحدة منها بتكون أحد الأجوبة هذه بتكون طبعا الـ M.O.S وهي أول شهادة تمنحها مايكروسوفت نأتي الآن على السؤال رقم خمسة في الاختبار يدرس الطالب تخصص هندسة الحاسب مواد مع التخصصات أخرى هو يدرس هندسة حاسب صح؟ طيب ذكرنا في التعريف قلنا هندسة الحاسب هي هندسة تجمع ما بين التخصص الحاسب والهندسة الكهربائية إذن بنلاحظ أنه الآن الهندسة الكهربائية ليش؟ لأنه هو هندسة حاسب فالتخصص يجمع ما بين الحاسب أو مواد الحاسب وما بين الهندسة الكهربائية تخصص الحاسب الذي يهتم في بناء التكامل بين المعدات الحاسوبية والبرمجيات يعني بين المكونات المادية والبرمجيات واحتياجات المستفيد هو تخصصيش؟ باللاحظ أنه مدام فيها بناء التكامل بين المعدات الحاسوبية وبين البرمجيات فهو يعتبر تقنية وتقنية المعلومات لأنها أنشطة إنسانية بالإضافة إلى الاجتماعية مختلفة تخصص الحاسب الآلي الذي يسعى إلى تلبية احتياجات المؤسسات والشركات الإدارية والتنظيمة هو تخصص مدامه يسعى إلى تلبية المؤسسات والشركات الإدارية هو نظم أو هو تقنية المعلومات هو تقنية المعلومات لأنه ما فيها صحيح لأنه تقنية المعلومات اللي بعدها في مهن الحاسب المسؤول عن دراسة النظام في مهن الحاسب لاحظة الآن نتقلنا إلى المهن خلصنا الشهادات في مهن الحاسب المسؤول عن دراسة النظام والطلباته واحتياجاته المستفيد والتخطيط لها هو من المبرمج ولا المحلل ولا مسؤول الأمن إذن هو محلل لأنه هذه الخطوة تسبق تصميم النظام يعني تحليل النظام يسبق تصميم وبرمجة النظام بعد ذلك يأتي التصميم ثم يأتي البرمجة عند حصولك على شهادة الأي بلس اللي هي الخاصة بالصيانة فإن ذلك منحك فرصة وظيفية تسمى مش قلنا عنا صيانة صح إذن فني حاسب مدامه فني حاسب ليش فني حاسب لأنه متخصص في صيانة الحاسب الآلي تسمى وظائف من يقومون بإعداد الوثائق والمؤلفات والصحف لاحظة الآن هذه وظيفة غير متخصص هذا الشخص يعد صحيفة يعد وثائق الوظيفة هذه للأشخاص غير متخصصين فتسمى الناشر الناشر الإلكتروني ممتاز جداً الناشر الإلكتروني بذلك نكون انتهينا من الجزء الخاص فيما يتعلق في فيما يتعلق في الوحدة السادسة نأخذ مراجعة سريعة الوحدة السادسة ذكرنا في البداية أن شهادات الحاسب الآلي تنقسم إلى قسمين التخصصات الأولى هي الشهادات العالمية ذكرنا منظمتين مهمة هي الإي سي دي إل والكامبريج هذه تمنح شهادات عالمية بعدين انتقلنا إلى شهادات تخصصية تمنحها منظمات أيضاً عالمية هي شركة مايكروسوفت شركة سيسكو وشركة الكامب طبعاً هذه ثلاث شركات تمنح شهادات تخصصية أيضاً عالمية ولكنها تخصصية متعمقة أكثر أكثر من الرخصة الدولية والكامبريج خلاصنا قفلنا موضوع الشهادات ننتقل إلى التخصصات الحاسب الآلي ذكرنا خمس تخصصات للحاسب الآلي هندسة البرمجيات وهندسة الحاسب الآلي وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ونظم المعلومات هذه الشهادات أو التخصصات وين؟ في الجامعة ممتاز جداً في الجامعة فإذاً عندنا خمس تخصصات جامعية بعد التخصصات الجامعية ننتق إلى المهن قسمنا المهن إلى نوعين أو إلى صنفين مهن للمتخصصين وهم أشخاص حصلوا على شهادات حاسب آلي وقسمناها إلى تسع وظائف تقريباً أو مهن بعدين عندنا خمس وظائف للأشخاص تخصصهم ما هو حاسب آلي ولكنهم يعملون على أجهزة الحاسب الآلي مثل الناس الإلكتروني المتخصص في صحيفة مثل المصور يعملون على أجهزة حاسب آلي ولكن تخصصاتهم ليست حاسب آلي قد تكون تخصصات أخرى وشهادات أخرى بذلك نكون انتهينا من الجزء الخاص بالمهن والتخصصات هذه أهم الجزئيات التي ذكرناها الآن نتمنى لكم التوفيق والسداد بإذن الله عز وجل ونتمنى لكم إن شاء الله أن تكونوا طلعتوا واستفدتوا من هذه الجزئيات البسيطة جداً ووفق الله الجميع لكل خير